مع اقتراب انتهاء الهدنة اليمنية في الثاني من تشرين الأول المقبل بدأ حراك دولي في محاولة لضمان أمل تمديدها لستة أشهر دفعة واحدة رغم جملة الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي التي لطالما هددت بإنهاء الهدنة الهشة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن والعودة للاقتتال على لسان القيادي الحوثي مهد المشاط حتى بات الأمر وكأن المجتمع الدولي يستجدي رضى الحوثيين ذراع إيران في اليمن وفقا لمراقبين المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم لندر كينغ أشار إلى أن إيران تؤجج الصراع في اليمن من خلال دعمها لميليشيا الحوثي في تطوير قدراتهم العسكرية لا سيما الطائرات المسيرة في المقابل تواصل ميليشيا الحوثي زياراتها إلى العاصمة الإيرانية طهران ولقاءاتها مع المسؤولين الإيرانيين من ضمنهم مزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ومستشار المرشد الإيراني لشؤون الدولية علي أكبر ولايته ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف مقدمة الشكر العلني لإيران على دعمها لها وعلى إثر ذلك حذرت الحكومة اليمنية من مخاطر أحياء الاتفاق النووي الإيراني دون ضمانات لأمن المنطقة مؤكدة أن ذلك سيعطي طهران مزيدا من القوة للتأجيج الأزمات عبر أذرعها في المنطقة ومنها ميليشيا الحوثي في اليمن وطلب اليمن المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع مخاطر تمكين نسخة أخرى من ميليشيا حزب الله اللبناني على الأراضي اليمنية وإدراك أن أي تساهل في هذا الخطر ستكون له عواقب وخيمة ستؤثر على الشعب اليمني والعالم من خلال المضايق والملاحة الدولية في وقت تشهد اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم بيحتاج أكثر من 23 مليون شخص لمساعدة إنسانية بمن فيهم 13 مليون طفل